تقول هل قراءة سورة البقرة في البيت تكون بصوت منخفض و أنا جالس في غرفتي أم لا بد أن أقرأ بصوت عالي يصل إلى أرجاء البيت أختي آمنة يوسف من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن سواء قراءة البقرة أو غير البقرة ينبغي أن تكون باعتدال قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيله قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك القرآن و لذلك في هذه الآية دعوة إلى الاعتدال لا يرفع الإنسان صوته رفعا عاليا بحيث يسمع من وراء الجدار يعني الجيران و لا يخفض صوته بحيث لا يسمع نفسه هو يعني يسمع نفسه هو و لذلك بارك الله فيك التوسط قضية أنت تعتقدين بأنك تقولين لو قرأت سورة البقرة حتى أحصن البيت لازم يكون بصوت جهوري و بصوت عالي حتى تكون القراءة قد وصلت لجميع أرجاء البيت هذا فهم مغلوط و اعتقاد خاطئ يكفي أخت الفاضلة القراءة و لو بصوت خافت في غرفة يكفيك و تكون بإذن الله تعويذ و حصن لجميع البيت بجميع أركانه و أرجائه و ملحقاته بإذن الله جل وعلا لقول النبي عليه الصلاة و السلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و لا تستطيعها البطلة يقول النبي عليه الصلاة و السلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان فما في دعي أخت الفاضلة إلى أنك ترفعين صوتك عاليا و المرأة خاصة مطالبة بأن لا ترفع صوتها أما إذا كان يوجد أجانب في البيت مثلا أخو الزوج أجانب بمعنى في باب النكاح طبعا فما ترفعين صوتك بحيث يسمع قراءتك بارك الله فيك